ذكرت وكالة فرانس براس أنها طلقت رسالة موقعة باسم العميد مناف طلاص يقول فيها إنه غادر سوريا بعدما أصبحت حياته وحياة عائلته مهددة بالخطار داعيا زملائه العسكريين إلى أن يحذو حذوه وأضافت الرسالة التي لا تحمل تاريخا إن طلاص لم يوافق إطلاقا على سير العمليات الإجرامية والعنف غير المبرر الذي سار عليه مضاب أسد موجها شكره إلى كل من مكنوه من مغادرة الأراضي السورية وأقر بشرعية النضال الذي تقوده المعارضة خصوصا على الأرض وأكد أنه بعد أيام قليلة سيتكلم بشكل مفصل عن دوافعه وخطواته نحو المستقبل فمن هو مناف طلاص؟ تقرير خاص للزميلة غادي فرانسيس مناف طلاص ليس اسما عسكريا مغمورا سيحصد شهرة من اندمامه إلى الجيش السوري الحر أو عبر قنوات دعمه فابن الخمسين عاما الذي وصل إلى باريس منشقا عن الجيش السوري هو مناف مصطفى طلاص العميد ابن العماد ابن البيت الذي عرف بولائه ووفائه لحافظ الأسد فافتتح واستقبل والتقى وقاد وأسرف واستثمر وزرع وحصد بين السوريين أكثر من أربعة عقود جده لأمه هو سعد الله الجابري رئيس أول حكومة سورية بعد الاستقلال الرستن مسقط رأسه والمزة مسكنه في صوره الفوتوغرافية لا وجود لرياض الأسعد ولا لبرهان غليون لا وجود إلا للأسد وأبناء الأسد ورجال نظام الأسد فمع باسل الأسد ترافق منذ الصغر في مدن سورية وأقما عاما تقريبا في باريس في رحلة يقال إنها كانت أقرب إلى مهمة عمل رسمية منها إلى أي شيء آخر ومع رحيل رفيق دربه باسل شاهد مناف بشار الأسد يشق طريقه نحو المكان المرسوم والمتوقع قصر الشعب ويقال إن والده لعب دورا أساسيا في ضمان هذا الأمر سار وزوجته تال الخير في مشروع ربيع دمشق خلف بشار الأسد وأسماء الأخرس فتحت الزوجة مدرسة والزوج فتح على المثقفين والمعارضين والفنانين والعشائر والمجتمع المدني في بدء الأزمة السورية كان مناف طلاص يتردد إلى القصر الرئاسي كلفه الرئيس الأسد محاورة المعارضين المثقفين من أمثال فايز سارة وميشال كيلو في الفترة ما بين أذارة ونيسان عام 2011 إلى أن مهمته توقفت بعد اعتقال سارة وكان على علاقة جيدة بمعارضين من أمثال حسن عبد العظيم وجلال صادق العظم وعبد العزيز خير وقد ظهر معزيا بنجل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي حيدر كلف التواصل مع المتظاهرين في ريف دمشق عارض الحل الأمني ومكث في منزله بعدما رأى صعود نجم هذا الحل البعض يقول إنه تم إبعاده والبعض الآخر يقول إنه هو ما نبتعد تحدثت الأنباء عن انشقاقه هو وأخوه مرات عدة قبل هذه المرة علما أن مقربون يرون أن خلافات عديدة نشبت بينه وبين شقيقه فراس الذي يتهمه المعارضون باستغلال نفوذه والتورط في صفقات مشتبه فيها على العموم ومع أن انشقاق تلاص يمثل على الأرجح ضربة موجعة أو على الأقل محرجة للنظام فإن المتابعين لكواليس مركز صنع القرار السوري يؤكدون أن خلاف آل إطلاس مع الدائرة القوية في النظام السوري ليس جديدا ولا يزالون حتى الساعة يشيعون أن مناف غادر إلى فرنسا بإذن من الرئيس ولن ينشق ولن يكون لديه أي تعلاقات مع المعارضة مع بداية عهد بشار الأسد ورد اسمه كوزير دفاع محتمل ومع الأزمة كلف محاورة المعارضة وفي الحالتين بقي الرجل ابن بلدة الرستن البلدة التي أنزل فيها أول تنتال لحافظ الأسد والتي شهدت أول انشقاق عسكري ولو صغيرا قاده عبد الرزاق تلاص وكان اعتراض مناف على الدوام أنه يستطيع أن يفعل شيئا في الأزمة السورية من موقعه السني وإرث والده الطويل لكن دائرة الضيقة حول الرئيس أبقته بعيدا عن أي قرار أمني أو سياسي ردد حتى آخر لحظة شعبي هو الله ورئيس بشار الأسد غادي فرانسيس